اشتركوا في القناة التي بدأت اعمالها الثلاثاء الماضي والذي تضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين وقمع الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والنساء والاقليات كما اكد التقرير الجديد على وجه التحديد ان الارتفاع الكبير لاعدامات المواطنين الايرانيين يجب ان يتوقف بما في ذلك بالنسبة للقاصرين والنساء والنشطاء السياسيين بالاضافة الى التقارير التي وردت عن التعذيب والاعتقال التعصفي والاجراءات الاجرائية غير المناسبة وفقا للمعايير الدولية واشار تقرير الامين العام للامم المتحدة الى قمع الاحتجاجات التي اجتاحت ايران مؤكدا انه خرجت منذ عام 2013 حوالي 43 الف مظاهرة في جميع انحاء البلاد